أثناء الثورة نظام الأسد كنت تشتغل بالمونتاج وتعديل وتحرير الصور باعتقادي الكاميرا هي أقوى من السلاح الشيء أكيد لأنه اللي يشايل الكاميرا هو اللي أقوى التنظيم أول ما بلش بمدينة الرقة كان يوزع أصداراته بسيدييات داخل المدينة كان فيديوهات فاشلة جدا 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 لحد أنه كنا نفكر بموبايلات عم يصوروها حاول التنظيم هو التنظيم بشكل كامل يشتغل على الإعلام أكثر من الإسلاح فأي فيديو صار ينتجه بعد سيطرت على مدينة الرقة هو فيديو احترافي لجد بالمعاصرين إلا وشانتون أهلا 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 أولئك الرجال الذين ملكون القدرة الإعلامية في إيصال المعلومات الحقيقية إلى الناس أهلا أصداراتها الضخمة تستخدم تأثيرات هوليوودية تنافس الأفلام الكبيرة بميزانيات عالية أهلا 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 أي إن كان الفيديو تقريبا الأفكتات هي نفسها أو الاحترافية هي نفس الاحترافية لجذب المعاصرين إلو ترجمة نانسي قنقر